اجتمع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع وزير الشباب والرياضة المصري على هامش الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وخلال اللقاء أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة كما أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على أهمية تشكيل فريق عمل مشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين في المجال الشبابي والعمل على تأطير هذا التعاون وتطبيقه بما يسهم في تطوير تجربة البلدين في المجال الشبابي كما وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى تطوير التعاون البناء بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وصندوق الأمل من جهة ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية وذلك بهدف لاستفاد من الخبرات في مجال الاستثمار في قدرات الشباب وتهيئة البيئة المثالية لدعم الطاقات الشبابية الواعدة والاهتمام بالمبادرات والمشروعات التي يقدمها الشباب والعمل على تمكينهم وبهذه المناسبة أكد وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يحقق المصالح المشتركة ومن ناحيته أكد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد حرص مملكة البحرين على التعاون مع جمهورية مصر العربية في المجال الشبابي وفتح المزيد من قنوات التواصل والفرص للارتقاء بالتجربة الشبابية في مختلف المجالات شكرا لكم